اشتركوا في القناة احنا لا نعتقد بان الخلفاء من اصول الدين نقول لهم بلى انتم تقولون انهم ليسوا من اصول الدين لكن عملا تتعاملون مع الاعتقاد بهم تعامل الاعتقاد بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله يعني مثلا اذا واحد انكر خلافتهم بس اذا واحد من المسلمين جاء وقال لا اعتقد بخلافة ابي بكر لا اعتقد بخلافة عمر لا اعتقد بخلافة عثمان ماذا تقولون فيه تقولون انه ظال لماذا ظال الاسلام كمل في حياة الرسول اليوم اكملت لكم دينكم وانتم تعترفون ان الرسول لم يعين ابا بكر ولا عمر ولا عثمان للخلافة وانما المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمعوا فاختاروا هؤلاء مثلا هكذا تقولون فاذا الاعتقاد بامامتهم وخلافتهم ليست من الدين لان الدين قد كمل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فلماذا تقولون بظلال من انكر خلافتهم هسا افرض اضافة واحد اجي مثلا وقال ان البيعة للمأمون العباسي مثلا لم تكن بيعة صحيحة فهو لم يكن خليفة رسول الله ان البيعة لسلطان مراد العثماني لم تكن بيعة صحيحة فليس هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله هل تظللوه لا اذا خلافة الثلاثة كان امرا بعد اكمال الدين وليس من الدين في شيء لماذا تقولون بظلال من لا يعتقد بخلافتهم لماذا تكفرون من حاربهم لماذا اذا واحد حارب ابا بكر او حارب عمر او حارب عثمان لماذا تكفروهم لماذا ابحتم دماء واموال واعراض مناوئيهم هذا معناه انكم تعتقدون بانهم من اصول الدين لذا تظللون من ينكر خلافتهم وتصنعون بهم وتعتقدون بهم ما ذكرناه ولا زال ركن مذهبهم هو الاعتقاد بالثلاثة مع انه على فرض مبانيكم على مبانيكم لو فرض صحة بيعتهم مثلا لو فرضنا خلافتهم راح تكون امر تاريخي مثل اي حاكم بويع وحكم ثم مات مثل سائر الخلفاء الذين تعتقدون بصحة مبايعتهم من العباسيين والعثمانيين والامويين وغيرهم فاذا خلافتهم لا ربط لها بالدين ولا بالعقيدة حسب مبانيكم لكن تناقضون انفسكم بما ذكرناه تضللون من يخالفهم من لا يعتقد بامامتهم فاذا انتم عملا تعتقدون انهم من اصول الدين لماذا لم يذكر اسماؤهم في القرآن الكريم تقولون ذكرة ادلة عامة مثلا ونحن نجيب بنفس الجواب طبعا الاجوبة نقضان وحلا كثيرة والاخ السيد المرتضى حفظه الله تعالى له كتاب باسم التصريح باسم الامام علي بن ابي طالب في القرآن الكريم ذكر كثيرا ما الاجوبة الحلية والنقضية اشتركوا في القرآن الكريم اشتركوا في القناة